السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم رح نعمل مجدرة فأول الشي المكونات هاي حطينا عدس عدس أخضر حطيت حوالي كاستين ونص وحوالي 6 كاسات مي تاني شي الزيت زيتون حوالي نص كاسة هاي البرغل كاسة و3 ارباع وننضيف أول شي ننحمصها بالزيت وبعد ننضيفها على العدس هاي شوية ملاح رشة ملاح على حسب الرغبة وهاي البصل بسم الله الرحمن الرحيم فهي هلأ شعلت على النار أنا عالة بحكي بالانجليزي فسامحوني هاي أول مرة بحكي بالفيديو بالعربي فهلأ الوقت ما نستنى على العدسات بحط البرغل هون وحمصهم بسم الله اللهم صلي على محمد بسم الله طفيت النار على البرغل حمصت وهلأ عدس بدأ يغلي هلأ فبنستنى عليه شوي كمان وهلأ رح نقسم البصلات بالجناحات فأول الشي بتقسمهم بالنص ثانيا بسم الله هلأ شعلت على البصلات على النار الوسط بدي حرقهم لوقت ما يصيروا بالنيين لا كان تعجبني ما شاء الله هاي دائما بيقولها جديد اه فشوي كمان وبدي قطفي عليهم عدس شايفين انه صار نص المي فابدي ابدأ احطي البرغل دواته هلأ فيكن مثلا فيكن اضيفوا بصل أسا شرحات صغيرة صغيرة هلأ مع البرغل ومع العدس بدي زيب عليها حوالي كاستين وشوي مي مي فح يجهزوا ما شاء الله مبطالعا وملحم الميح الحمد لله هلأ بطينا بصاح تقديم ما في أسهل منه رح تاكل أصابعكم وراءك لا تنسونا من الشاه واللايك والسبسكرايب والدعاء ويوزعنكم سؤال سألوا على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته